جلسة اليوم محورها واستجواب السيد وزير الدفاع طبعا مجرأة الاستجواب تتعلق بمسائل تفصيلية في عمل الوزارة والسيد وزير الدفاع أشار إلى أسماء معينة أسماء نواب وسياسيين وحسب ما معمول به أنه يجب تشكيل لجان تحقيقية بهذا الموضوع والتأكد من أنه فعلا أن كان لهذه الأسماء التي ذكرت دور في عملية فسادة وعملية من هذا القبيل وأعتقد أنه الجميع سيخضع للمسائلة بهذا الخصوص وأيا كان موقعه وأيا كان منصبه اليوم نحن مؤمنين على دماء الشعب العراقي وعلى أبناء وعلى حقوقه وعلى أمواله وهذا اليوم واجبنا الأساسي أن تشكل الجان وإن يصار إلى التحقيق بدأ الاستجواب ومن خلال طرح الأسئلة وجدنا بأن هناك تهم مجهد من قبل وزير الدفاع إلى بعض أعظام مجلس النواب ولكن لم يتم طرح أسمائهم لكن إصرار أعظام مجلس النواب على أن يتم طرح الأسماء فتقدم بطرح بعض الأسماء التي تخص أعظام مجلس النواب ومن ضمنهم رئيس المجلس أوكلت إليهم تهم على اعتبار اشتراكهم بعقود صفقات توريد سيارات ومواد غذائية وغيرها من هذه العقود حقيقة اليوم جلسة ساخنة متميزة بكل معنى الكلمة اليوم السيد وزير الدفاع في بداية استجوابه قال أني أتعرض إلى ابتزازات كثيرة وذكر أسماء رئيس البرلمان والأخوة قسم من الأخوة النواب والنائبات وبالنتيجة هذا يحتاج إلى تحقيق يحتاج إلى قضاء إحنا وقعنا أن تكون جلسة طارئة يوم غد وكذلك أن تكون هناك سحب ثقة للأخوة النواب وبعد قرار المجلس إن شاء الله يوم غد في الجلسة هو اللي رح يكون الفيصل اليوم النواب مجاملوا